خلونا نروح للأسعار وأنا قبل ما أدخل كنت بتفرج على فيديو عملوا واحد من أكبر المعارض السيارات في مصر وبيعرض العربيات وبيقول أسعارها تصدقون في عربية نزلت مليون جنيه وعربية تانية نزلت خمسمائة ألف جنيه وعربية تالتة نزلت مئتين وخمسين ألف جنيه والناس بتدلل وبتقول لك تعالى هتاخد العربية أقل من سعر الوكيل مفيش أوفر برايس بعض الخصم والسعر الجديد هنديك لو أخد قرد أول تلت شهور مش هتدفع حاجة بنديك الرخصة سنة مجانا يعني ايه الدلع دا كله وصيقة التأمين مجانا ايه الدلع دا كله دلع جامد قوي دا له علاقة بنزول الدولار الذي لامس اليوم تسعة وثلاثين جنيه في أرقام أل الثمانية وثلاثين وأرقام أل الثمانية وثلاثين لكن هو في التنفيذ في المتوسط تسعة واربعين تسعة وثلاثين جنيه أكثر المتفائلين والمؤسسات الدولية بعيدا عن المؤسسات الدولية لقيمة الجنيه في مواجهة الدولار بثمانية وثلاثين من ستة وثلاثين لثمانية وثلاثين لكن في الأزمة الأخيرة قالوا أنه السعر الذي يقترب من أن يكون عادلا خمسة واربعين جنيه طب احنا اللي دا خلينا عشرة مليار فقط ولسه ما بدأناش نستخدمهم النهاردة البنك المركزي طلب من اللي لهم بضاعة في الجمارك في السلع الرئيسية أنهم يتفضلوا ييجوا وجمع أوراقهم علشان يسحبوا الحاجات بتاعتهم والسلع بتاعتهم من الجمارك ويعتمدوا لهم الفلوس دي بداية فقط لسه خلال شهرين جاي خمستاشر وجاي وفضل أربعة احنا خدنا ستة يعني فيه 16 مليار دولار موجودين تحت أمر البنك المركزي طبعا احنا مش عايزين نصرف الفلوس مش هنضيعها كده الفلوس دي هتحل أزمات كتير وتضاع سياسة نقدية وزي ما قلت أن هناك فايل كامل معد عند محافظ البنك المركزي السيد حسن عبدالله جاهز لتنفيذ خطة لإيجاد سعر مواحد والسيطرة على السوق كمان عشان نبص للدولار نشوف الدهب جراله إيه الدهب أيضا سعره نزل كتير يعني بقى النهاردة عيار 21 بقى 2700 وحاجة الجنيه الدهب واقف عند 22000 وحاجة ولسه الأسعار هتنزل دي طالعة الأولى لكن دي لسه الأسعار هتنزل كمان وكمان بالنسبة للأغزاء لقيت حد مشاهد كريم بعيت لعلميل من مبابة بيقول لنا نزلت للجزار اشتريت الرحمة ب450 ما نزلتش والسلع عندنا ما نزلتش أنا لن أستطيع أن أتحدث عن القطاع الخاص الآن رغم أن في عروض عندنا المدام بتنزل برضو السوبر ماركت بتقول السكر نزل شوية الماكورونا نزلت شوية الزيت نزل شوية لكن ليس النزول المناسب هرجع تاني وأقول لكم روحوا الأهل الرمضان وكلنا واحد وعربات القوات المسلحة هتلاقي نزول أكتر من 30% ما تروحش للجزار اللحمة هناك ب275 جنيه ما تروحش للجزار العادي دلوقتي عشان هيبقى لسه غالي لأنه جاب الأعلاف غالية فاحنا عندنا فرصة إن احنا نبقى أحسن والأسعار تبقى كويسة من منافس أهل الرمضان اللي بتنتشر في كل مكان الآن والعربيات المتجولة وكلنا واحد وغيرها كل دول هما دي الدولة بكل أجهزتها دخل علشان حق المواطن إن يجد السلعة بسعر أقل ترجمة نانسي قنقر